هيلعب بطريقة اسرع الانياب الهجومية حتظهر ما شفناش بوبا وابي ايه رغم ان هما اتنين مهاجمين على مستوى عالي بوبا هو هداف فريق الجونة الجونة سجل تلات اهداف هذا الموسم بوبا سجل هدفين منهم وشريف رضا الهدف الاشهر بالنسبة لهم في مرمى النادي الاهلي رمي التماثل مصلحة الجونة هيلعبها سعد حسني الظاهير الايمن للجونة من ناحية اليمين انطلاقات الجونة بدأ اسرع بدأ اخطر بدأ افضل عكس حال الشوت الاول غزل المحلة كان افضل مسيطر استحواز ودي رمي التماس ودي دخل مطقة الجزاء خطيرة لكن حاكم اللقاء حاسبها فاول ضربة حرة مباشرة لمصلحة شهاب الدين لمصلحة شهاب الدين ضربة حرة ادي ابيه ابيه الغاني اكثر سرعة نشاطا من الشوت الاول تحركات عمل ازعاج للدفاع لكن اشرف قاسم مأمن بوجود الليبرو ليبرو عمر رمضان وسايب الاتنين المساكين شهاب الدين واسلام صيام الاتنين يتولوا الرقابة ادي الجونة اقولتلكو هو يختلف تماما في الشوت التاني واضح انه خد دوش بارد في جو البارد من رينر تسوبل المدير الفني الالماني لفريق الجونة ما كانش لهم انياب هجومية تماما في الشوت الاول استسلام لسيطرة غزل المحلة لكن الشق الهجومي افضل لفريق الجونة في الشوت التاني يعني مرة حوالي اربع داية من زمن الشوت الاول لكن هنشوف او انتبع الاداة هل يترى اشرف قاسم هيعمل تغييرات هل لعبته هتستسلم ليه سيطرة الجونة هنشوف لكن دا يدينا ان المباراة حيبا فيها طبع هجوم واداء مفتوح ودي ايه فاول ليه عمر رمضان انتظر المهدي سليمان والمهدي سليمان انتظروا ما يقدرش يرجع هل يترى ايه حكم اللقاء ماداش انذار لبوبا كان بينتظر عايز انذار ادي عمر بخبراته بيحضن على الكرة عمر رمضان اللي برو لفريق المحلة ادي بوبا الناجيري بقول لحضراتكم هدفين سجلهم من الثلاثة اهداف دربة حرة مباشرة لفريق الجونة من منتصف ملعبه اتلعبة التولية الامامية علي على حدود منطقة الجزاء هنا استاد طنطا اللي بيستضيف هذا اللقاء اتلعبة عالية في نص ملعب معتز محروس برمية طولية امامية هناك عنده درقبة بيحاول يستغل بخبراته الخطأ الدفاعي لكن يطلع المهدي سليمان ياخدها الهاني سليمان واع الهاني سليمان بيقول انه لمسوا في الكرة اللي فاتت لكن حكم اللقاء طبعا لو فيها لمس ما كانش فيها التحم بالكرة لو التحم به يدي له انذار او ترض على طول لكن حكم اللقاء بيعتبر مداش اي انذارات ولا حاجة ليه احمد حسن درقبة تلات انذارات كانوا في الشوت الاول لهب محروس وعمر طارق من الجونة وحسين الحسيني من غاز المحل قد الكرة اللي فاتت وحنشوف فاق كده نحكم عليها احنا شوف كده الاحتكاك بيجري بيقول انه لمسوا لكن اعتقد او خبطوا لكن اعتقد انه ممكن يكون لامس غير مقصود لكن الهاني سليمان بيحاول طبعا ادعاات قادل عجوز الالماني راينر سوبل المدير الفني الحالي لفريق الجونة طبعا الاسبق واللي عمل انجازات مع النادي الاهلي دايما المدربين الالمان كانوا بيعملوا انجازات مع النادي الاهلي هولمان وتسوبل مجموعة طبعا من المدربين لكن حنشوف بودلاء بالتأكيد طبعا اما مانو الجزيل البرتغالي هو الاشهر واللي عمل انجازات بالطبع مع النادي الاهلي وقبل كده في السبعينات واواءل التمانيات